أعزائي المشاهدين طبتم وطابط أوقاتكم بكل الخير وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن موضوع حلقتنا النهاردة عن العنف ضد المرأة المرأة رب العزة سبحانه وتعالى كرمها في القرآن الكريم وجعل لها صورة باسم المرأة ألا وهي صورة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا خير بالنساء فقال رفقا بالقوارير وجاء رجل لسيدنا عمر بن الخطاب يشتكي له فعندما اقترب من منزل سيدنا عمر بن الخطاب عاد إلى الخلف فنادى عليه سيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا رجل ما الذي أتى بك إلى هنا فقال له يا أمير المؤمنين والله ما أتيت أشتكي من أجله وجدته عندك في بيتك لقد أتيت وأشتكي لك علو صوت زوجتي فوجدته عندك فقال له أمير المؤمنين يا رجل أما يكفيك أنها خادمة لك ولأولادك صلى اللهم على سيدنا محمد ورضي الله عن أمير المؤمنين سيدنا عمر أرحب بزميلتي بسانت أهلا بك يا بسانت أهلا بك يا أشرف السيد الخير عليكم مشاهدينا بنرحب بكم في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج همسة مواطن بجد بتوحشونا جدا من الحلقة للحلقة قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة حاب أقدم نموذج من النماذج الحية شاب طموح حقق حلمه متدرب على إيد كوادر في برنامج همسة مواطن معينا ومعاكم عبدالله أهلا بك يا عبدالله سهلا يا سيدة بسانت أهلا وسهلا بك يا سيدة أشرف أهلا بك والنهاردة هنتكلم إن شاء الله عن موضوع العنف ضد المرأة ومعنا التقرير طبعا مع شخصيات كتيرة في مؤتمر العنف ضد المرأة فمش أحرأ لكم طبعا الحاجات دي هنطلع نشوف التقرير إن شاء الله يا الله بي موسيقى 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 المبادرة. اللي يحبني يبقى معينا يا جماعة في المبادرة على الرحل وستعنا نتشرف به طبعا من مصر ومن مبادرة نعملين جروب بنأسس في الموضوع بتاعنا. تشين المبادرة النهاردة. المقتبر بتاعنا جال اللي حدث ضد المرأة. هيب عفشار مشير بإذن الله. هيبقى في أول اتنشر أو آخر حدوش. هنقرر اخر انه هنقول المعاد بتاعنا. لليه طبعا المقتبر بتاع الشباب من عفشارها لتنشر. فاحنا مش عايتين نعمل الاختلاف بين دوما ومبادرة. مفترض ما قالوا سمعطيني متعرفة هو وعيدنا ليه. في يعني أنا سعيدة يكون جدد كل شوية كده عام المدخص غير مصر نفس الناس ونكرر في عقب عن المرأة وعن أنا نفسي عام من المرأة. مواطوني وشرف دوني. العلاقة بين الزوجين عشان تبقى علاقة سعيدة ومستثيبة لأن الأصل في الزواج. أنت العلاقة يعطي الزواج كده العلاقة علاقة المفترض هذه تبقى أبادية. كلا سمتعرفي للأمور. التستعمل هو كل القدر الله سبحانه وتعالى. لكن متتحول من الأبادية إلى التقديد. الله عز وجل يقول في محكم التنزيم ومن اياتيه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني في الزواج المرأة لا تتسلط على جسدها بل هي ملك للرجل والرجل لا يتسلط على جسده بل هو ملك المرأة فلا مجال لعلاقة التصدق والاستعبال ولا مجال التشيير المرأة بل مستوى بينهما. حتى في المركز كده. الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. أتمنى أن يكون هناك مؤتمرات تصدق بالوطن العربي كله وكل الأوضان. لأن المرأة بعدها. يوم قصفها تنتهب في كل مجال. في الخروب تنتهب. في الشوالع تنتهب. يقول رسول الله صلى الله أنهاكم عن الجلوس في الطوقات. قالوا إنها مجالسنا أو مددية لا بدنا مجنى. قال فغضوا البصر. لا. إن نجلس ونضع بمتابة المرأة بعيوننا لابت تخلص آخر الشئ. هي محفوظة بالإسلام وبالأديان. لا مكان. لابسة متحسدترة متحجبة معي. عاد حقا إنك تحفظ أنك بسم الله. باتكلم عن. طبعا أنا عدد خمس أنواع للعرف. دائما أنت نحن تتكلم عن مشكلة نازم تتكلم عن حم لهذه المشكلة. طبعا من ما قلت لكم إنه في كثير من القوانين اللي ممكن أن تحفظ من العرف يعني حتى العرف الجسدي لو هي لاها تشتكت عليه في المحكمة يعني تحصل حفظ. أهلا وسهلا بكم من برنامج همسة مواطن. النهاردة بنتكلم عن العنف ضد المرأة. أتعرف بحضرتك. دكتور إسماء الكتفي رئيسة منظمة سفير انترناشنال لحقوق الإنسان والبيئة. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن أعرف من حضرتك أسباب العنف ضد المرأة؟ طبعا هي الأسباب أعدد أسباب بعضها اجتماعية وبعضها اقتصادية. الأسباب الاجتماعية ممكن تكون ناطجة عن أن مثلا الشخص المعنف هو كان أصلا في مرحلة من المراحل معنف. الأسباب الاقتصادية ممكن يعني قلة الدخل مثلا أحيانا ممكن يؤدي إلى العنف ضد المرأة لو كانت المرأة مصرفة. يعني بس هو في الغالب يعني ما العنف ضد المرأة أو العنف ضد المرأة. مش مرتبط لا ببلد ولا بإقليم ولا بمجتمع ولا بطائفة ولا بأي شيء. هي حالات فردية تكون خاصة بالإنسان المعنف. ممكن يكون مر بمراحل هو كان فيها معنف في حياته. أزلنا معكم المؤتمر العنف ضد المرأة. واتعرف بحضرتك. مش شهر جمال قدي طبعا بحييكم مع المؤتمر الجميل. النهاردة حساس جدا وللغاية. طبعا احنا محتاجين المؤتمر ده محتاجينه جدا لأنه هو طبعا حساس للأسرة المصرية. لأنه لازم نخاف على أولادنا جدا جدا من الشباب الطائش. وبالنسبة للاختطاف والحاجات اللي بتحصل حاليا في البلد دي يعني غير عادتنا وغير تقاليدنا وغير وضعنا. وضعنا يختلف خالص تماما عن اللي احنا بسمعه دوت. النهاردة المؤتمر بيتكلم على أساسيات وهي ضد المرأة. ومازلنا معكم من مؤتمر اللي عنف ضد المرأة من برنامج يمسك مواطنة اتعرف بحضرتك. دكتور تامر ايوب الخبير الاقتصادي ومستشار الاعلامي لحول انساني. اهلا وسهلا دكتور. ممكن اعرف العثار المترتبة عن اللي عنف ضد المرأة. طبعا هناك عثار سلبية كبيرة جدا جدا تترتب على اللي عنف ضد المرأة. لأن المرأة هي المكون والشريك اساسي لهذا الوجود مع الرجل. فالنهاردة لما بتبقى فيه نتائج سلبية في التعامل او اه 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 بطريقة غير ادمية او وضع غير صحيح وغير اه ومنافي تماما لوضع الفطري اللي ربنا خلق بيه الرجل او المرأة. ومازلنا معكم من مؤتمر العنف ضد المرأة من برنامج يمسك مواطنة اتعرف بحضرتك اه اه احمد فؤاد عبدالله معاون وكيل وزارةienne اوار بالاسماليا فان اه 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 نوسهلا بحضرتك. ممكن اعرف النتائج المترتبة على العنف ضد المرأة بالنسبة للأطفال إن شاء الله بإذن الله الإسلام كرم المرأة يوم تكريم وموضوع العنف ضد المرأة كل ما أدخله الرجل على قلب المرأة من ألم ومن أزى فهو عنف ضدها الإسلام طبعا حرم العنف ضد الأطفال ضد المرأة ضد كل ما هو تحت سطوة الرجل أو تحت سلطة الرجل ومازلنا معكم من مؤتمر لال العنف ضد المرأة من برنامج همسة مواطنة عرب بحضرتك الدكتورة الكومس سوريال عزيز رعي كنيسة الملاك بالإسماعيلية وأمين بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية أهلا وسهلا بحضرتك ممكن أعرف رأي حضرتك العثار المترتبة على العنف ضد المرأة طبعا الكتاب المقدس علمنا أن ليس زكر وأنسة بل الجميع واحد فبيساوي الرجل بالمرأة في المسيحية وليس الرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل وما جمعه الله لا يفرقه إنسان ما زلنا معكم من مؤتمر العنف ضد المرأة ومع المخرج القدير الأستاذ مصطفى الدمرداش أهلا وسهلا بك ممكن أعرف رأي حضرتك للقضاء على العنف ضد المرأة هو الحقيقة أنه لما جيت أتكلم ما كلمتش على عوامل العنف ضد المرأة إنما حبيت أبعث رسالة اللي بيقوم بالعنف وبيقوم بالاختصاب بيقوم بمعاملة المرأة معاملة خاصية بعت لهم رسالة تكلمت عن عظمة المرأة في الإسلام عظمة المرأة في التاريخ عظمة المرأة في الدولة هنا وقلت أمثلة كثيرا جدا مستعينا بالآيات الكرآنية والأحاديث الشريفة وللحقيقة المرأة دي أعظم ما خلق الله صفحانه وتعالى ربنا ذكرها في الكرآن والنبي عليه السلام ذكرها في خطبة الوداع وشعراءنا وكتابنا كتبوا عنها كثير وعندنا أمثلة كثيرة جدا من تاريخ الفرانة لحد النهاردة وعندنا كيلو بطرة وعندنا شكلة الجر وعندنا هدى شعراوي وصفية زغلول وعندنا سميرة موسى وعندنا أم كرسوم أمينة رجل كريبة مختار كل دول يعني عظيمات وصنع وحضارة وصنع كل ما هو يفيد المجتمع أزلنا معكم من مؤتمر العنفة ضد المرأة أتعرف بحضرتك دور محمد علي أهلا وسهلا يا دكتور ممكن أعرف يعني ينفع نقم الحملة للقضاء على العنفة ضد المرأة لا يوجد شك طبعا احنا كمجتمع عندنا الجينات اللي بتوهيننا هذا الكلام من بادي الأمر واخبال ساعدتك كان عندنا الاحترام المتبادل بالزوج والزوجة وذي تورصنا مش بالنهار تورصنا من القديم الزمان يعني من أيام الفرعنا إلى الأيان بدليل الملكة كل قوة والبطرة حكمت عالم كامل كان في الاحترام والأدب والأخلاق وما زلنا معكم المؤتمر لعنفة ضد المرأة ومعنا الدكتورة عزة شاكر منظمة المؤتمر ومديرة المؤتمر ممكن أعرف رأي حضرتك في القضاء عن العنفة ضد المرأة بقصة حضرتك أنا على نحك رئيس في خامة رئيس عبدالفتاح سيتي هو دايما يقول أنه هو في ظهر الستات ودايما يقول أنه هو بيناهد مع الستات ومع المرأة ومع الشباب أنا معنا كمان إحنا عايزين الستات بتوعنا أو المرأة بشكل عيب محدش يعنفها أنا ما بتكلمش عن اختصاب ولا تحرص زي ما أنا قلت أنا بتكلم على حاجة تانية خالص العنف بين الرجل والمرأة مش أنا بتكلم على العنف الأخ الأخته والزوج لزوجته الزميل في العمل هو ده اللي أنا بطالب به إحنا ليه بنعنف بعضينا ليه زي ما إحنا بنحب بعض وبنتجوز وببقى خطبتك وحبيبتك ومراتك وأمك ليه بنعنف بعض ليه ما بنحبش القوة ليه إحنا مش عايزين أن الستات تبقى أحسن أنا كل رفضي في العنف ضد المرأة إن الزميدي في العمل أو في الميكروباس أو في الشارع أنه هو يعنفني بل بالعكس أنا حبه يشجعني زي ما أنا حبه يشجعه تعاون يا جماعة إحنا مصر اللي قوية عشان إحنا متعاونين مع بعض التعاون اللي بنا هو اللي يخلينا أقوى ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أشكاله سواء كان عنف جسدي أو لفظي ونفسي منتشر جدا ومش مقتصرة بس على مصر والدول العربية لأن في إحصائية من موقع للأمم المتحدة الأمريكية بتقول أن كل ثلاث سيدات يوجد سيدة تتعرر للعنف الدائم علشان كده إحنا بنرحب بالكاتبة والصحفية والأديبة الأستاذة سيهام الزعيري أهلا بحضراتك معانا يا فن أهلا بحضرات السيدة المشاهدين درنامجك الجميل إحنا معانا أول سؤال بالوقت لزمنة عبدالله برحب بحضراتك دكتورة سام الزعيري وطبعا ساعدنا بدعوة حضرتك لحضور مؤتمر العنف ضد المرأة وهسألك سؤال مهم عايزة عرف دورنا كإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة الحقيقة أنا عايزة بس أتكلم كده شوي صغيرة عن موضوع المرأة إن عزت المرأة عزت بها الأمة وعايزة أقول إن من يعامل المرأة كملكة أكيد أكيد اللي ربته كانت ملكة أنا عايزة أقول إن إحنا كدورنا كإعلام أو كسحافة هو التوعية تقديم التوعية للشباب وتقديم التوعية للأسرة المصرية إن المرأة هي أصل المجتمع لأن هي اللي بتنجب الرجل وهي اللي بتنجب المرأة وبعدين في دور مهم جدا هو دور الأسرة في إن هي تخرج ولد أو بنت ما عندهمش تمييز يعني الأم والأب المفروض إن هم بيربوا الولد والبنت على إنكوا زي بعض ليكوا نفس الحقوق وعليكوا نفس الواجبات ما ينفعش إن أنا أكلمهم إن أنت ولد وهي بنت فهي أقل أو أنت ليك مميزات وهي المميزات أقل لا الاثنين ليهم حق التعليم الاثنين ليهم حق الثقافة الاثنين ليهم حق التربية الاثنين ليهم نفس الحقوق في كل شيء في التعامل فبالتالي أنا هنتج شاب وفتاة ما عندهمش تمييز ده الأساس والأساس هي التوعية يعني إذن الأساس الأسرة الأسرة طبعا هي المفرغة اللي بتفرغ لنا مواطن صالح أو مواطنة صالحة وهي الأساس جنب وسائل الإعلام طبعا الوسائل الإعلام شيء مهم في التوعية في الأسرة دورها كبير إنها تواحي الأسرة إنها تعمل دها وأنا النهاردة معكم ده دليل كبير على إن في دور كبير للإعلام إنهات ما تعمل lavender الأساس هي الأسرة ما تعملش تمييز ما بين الولد وما بين البنت وتربية الولد وتربية البنت على عدم التمييز طبعا احنا نتكلم دلوقتي يا أستاذة سهام على أثار الجانبية من العنف اللي بتتعرض ليه السيدة في المنزل قدام أطفالها الأطفال دي بيطلعوا أسوياء ولا بيبقى فيه مشاكل نفسية فيها بس يا أستاذة بساند خلينا نتكلم بس على أرض الواقع احنا مجتمعنا مصر ليه طبيعة خاصة لو احنا تكلمنا عن المرأة في الصعيد المرأة في الصعيد ليها مكانتها لو اتكلمنا عن المرأة في مصر مرأة في مصر زيها زي الراجل بتشتغلوا وبتعملوا ليها مكانتها وصلت لا أعلى المناصب اه طبعا احنا في دولتنا عندنا 8 وزيرات وصلت لسدة الحكم انا عايزة اقول لو بصينا على مدار التاريخ بس عشان احنا نقول احنا دولة احنا دولة لها طبيعتها احنا دولة حكمتها 11 ملكة على مدار التاريخ احنا مختلفين عن اي مكان في العالم كله اي تاريخ عايزة اقول لحضراتكم ان معنى كده ان على مر التاريخ الراجل ما عندوش اي مشكلة وما عندوش اي يعني اي تمييز من ناحية ان المرأة تمسك مناصب او المرأة تمسك سدة الحكم لو هي قادرة لو امكانياتها اللي ربنا خلقها بيها انها تبقى قيادية بس هنتكلم عن ان في حالات فردية مش هنتكلم مجتمعنا المصر بمختلف عن اي مجتمعات في موضوع الترابط في موضوع الحميمية انتو مش شايفين ان احنا عندنا دلوقتي دول العرب الدول العربية كلها موجودة في مصر انتو مش شايفين ده وهم مش حاسين ان هم غربة عن مصر ومصر دي ام الدنيا وده بيرجع فعلا للأسرة المصرية الأسرة الأصيلة أصلتنا أصلتنا اللي انشاءت يعني اقنا مش هنتكلم على بعض السلبيات لكن فعلا في مجتمعنا المصري فعلا من الأسرة المصرية عودت أبنائها على حب الآخر الشعب المصري زي ما احنا شايفين فعلا حضرتك شعب مدير جدا طبعا كل اللي بيجي عندنا من الوطن العربي بيدوب في مصريتنا وما بيحسش بالغربة وبعدين في حاجتيني كمان مهمة جدا اللي احنا دلوقتي عددنا 100 مليون وعشرة 100 مليون وعشرة العدد اللي بيتكلموا فيه في العنف ضد المرأة والكلام ده دي حالات تعتبر العدد حتى لو كان كبير شوية بالنسبة لعددنا احنا حالات فردية ما هواش السواد الأعظم ما هواش المجتمع بأكمله لا بالعكس فيه في المجتمع ترابط أسري غير عادي فيه في المجتمع حاجات ممتازة وعلى فكرة أنا فخورة بالشباب المصري فخورة جدا بالشباب المصري وعايزة أفكرهم ان هم خير أجناد الأرض خير أجناد الأرض في المصنع في المزرعة خير أجناد الأرض كجندي خير أجناد الأرض في عمله عايزة أفكرهم بالموضوع ده مهم جدا احنا نكون دايما فكرينه وعايزين نقول ان علماء العالم مفيش دولة في العالم فيها علماء غير لما تلاقي عدد كبير من العلماء مصريين مصر دي دولة عظيمة على فكرة لما سافرت بره مصر شعرت قد ايه ان احنا دولتنا دولة عظمة وانا دايما اتكلم عن الايجابيات الكتير اللي موجودة في بلدنا لان السلبيات والحديث عنها السلبيات يا استاذ اشرف والحديث عنها تبتحرش ضد المرأة في الشارع غير مجدي عايز اقول لحضرتك على حاجة يمكن احنا عندنا الزوء العيم دلوقتي مختلف يعني الحالات حالات فردية وفيه برضو بعض المؤثرات في الاعلام لان انا عايز اقول لحضرتك انه مهم جدا ان هو الشاب كمستقبل للاعلام ومستقبل للرسائل اللي بتجيله من وسائل الاعلام او من السوشيال ميديا لازم تكون فيه ضوابط للرسائل دي لازم تكون رسائل حلوة عشان ينتج عنه هو سلوك حلو بس برضو انا عند رأيي الشباب المصري شباب ممتاز والشعب المصري شعب بخير وشعب اصيل وانا برغم ان انا حضرت مؤتمر العنف ضد المرأة وان انا شريكة فيه لان انا متطوعة مع امهات الشهداء عجبتنا حتة حضرتك لما بتقولي لما سفرت برا مصر انا دايما لما بقعد مع الشباب وبنتناقش بقول لهم فعلا انا لما سفرت برا مصر عرفت قد ايه قيمة الوطن عرفت قد ايه حنيني لوطن عرفت قد ايه ان فعلا الوطن غالي جدا 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 مهما بقى معلش يعني كان مرينا بظروب بصعاب ولكن الوطن يبقى الوطن وطن طبعا طبعا وبالنسبة للتحرش في الشارع يعني للمرأة وكده هو طبعا اكيد بيرجع لها هي مثلا على طبيعات لبساها مثلا احنا عايزين نعلى بزوء العين لا معلش لا انا بعترض لان فيه منطقبات وبيتعردنا لا لا بس برضو يعني لما يقول لبساها برضو محترم ومش ملفت اكيد طبعا محدش هيتحرج بيها غير ما تبقى لبساها انا برضو انا يا جماعة انتو بقى انا مع عبدالله يا دكتورة انا مع عبدالله في سؤال في بعض البنات في بيبقى لبس يعني معلش يعني البلاطين اللي بتبقى مقطعها والحاجات اللي طبعا ده وانت هك حرمة الاطفال وانت هك حرمة الاطفال هي حالات فردية يا فرد احنا شعب عظيم والام المصرية ام عظيمة أنا برغم أن أنا حضرت مؤتمر العنف ضد المرأة بس أنا أختلف معاهم كتير لأن أنا بقول أني دي حالات فردية يمكن أنا كنت شريكة معهم في المؤتمر أني أنا كنت جاية بتكريم أمهات الشهداء داخل المؤتمر لأن المؤتمر كان عامل عدة تكريمات لعدة جهات لكن أنا بتكلم عن ويمكن كانت كلمتي في المؤتمر عن أن المرأة في المجتمع المصري مختلفة تماما المرأة في المجتمع المصري ليها مكانة كبيرة المرأة في المجتمع الصعيدي عندنا في المجتمع المصري دايماً لها الشهور ولها الأول ويمكن حضرتك أستاذ أشرف عرف الكلام ده كويس جدا طبعاً نحن نسميها عندنا الكبيرة الكبيرة عايز أقول أن المرأة في المجتمع المصري بقيت وزيرة المرأة في المجتمع المصري مديرة المرأة في المجتمع المصري هي متصدرة أشياء كتير وما ننساش أن دولتنا قدت المرأة السندي في 2019 نوت الكمال ونوت الكمال للمرأة المصرية بتكريمها من السيد الرئيس وبعدين صندوق خاص بالمرأة وبعدين المجلس القوم نسبة عدد الكراسيك مجلس النواب 80 مقعد تحصل الحقيقة شيء رائع لتكريم المرأة لأن المرأة هي رمز لتنمية المجتمع وهي رمز للنهوض بالمجتمع المرأة هي مش بس نص المجتمع أنا بيتهيأ لي أنا مش متحيزة بس بيتهيأ لي إن هي المجتمع كله لأن هي المفرغة اللي بتخرج راجل وسات للمجتمع مواطنين صالحين فهي الأساس وراء كل راجل عزيم امرأة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة المرأة كان مزلة إذا وضعتها على رأسك كانت مزلتك وكانت في عونك وعايز أقول كمان المرأة تريد أن تكون في ظلك أيها الرجل وليس في زيلك يعني عايز أقول أن المرأة المصرية من النساء العظيمات المبدعات على مستوى العالم وعلى مستوى التاريخ ما ننساش كيلو بطرة كانت ملكة مصر ما ننساش حاجة شبسوت وشجرة البطرة من التشكل العام من التاريخ الكنترول هو معطرد عن كلام الكنترول بيقول للمرأة يعني كل الكلام عن المرأة بس عايز أقول لكم على حاجة يوم المرأة العالمي يوم يوم كذا كذا الرجل لا حول له حقيق ده حقيق أنا بتتضامع بتتضامع وهم عايز أبقى من نعمل يوم الرجل العالمي ده المفروض أنتوا تنادوا بدا طبعا المفروض أنتوا تنادوا بدا طبعا المرأة فعلا يعني هم مصابيح البيوت بالنسبة لنا وانت عارفة الصعيدة عندنا طبعا الزوجة زي ما القرآن قرمها وصيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وصى بها فطبعا هي المرأة عندنا مصالة هي مكرمة وتاك فعلا هي اللؤة المكنونة ولكن هناك بعض السلبيات ده مفروض لست من الواجب أن نعمم فرديات هي ثقافات دخيلة علينا سيدي الفاضل هي ثقافات دخيلة علينا لكن المجتمع المصري مجتمع أصيل وأنا عند رأيي أن كل اللي بيحصل ده حالات فردية حالات فردية ده أنا عند الرأي ده لكن العنف ضد المرأة أو المجتمع بيقيم عنف ضد المرأة أنا بقول أن ده يعني نتاج لثقافات غلط أو تربية غلط تربى عليها جيل وناش فإحنا المفروض نساعد كإعلام في تغيير الثقافات دي وتغيير الناشئ ده ونحن نصدر بعض الرسائل الحلوة اللي تخلي المجتمع والأسرة تتعامل بشكل لائق وتربي بشكل اللي ما فيهوش تمييز دكتورة سيام بما أننا يعني بنتكلم عن موضوع العنف ضد المرأة أو كده فكنا عايزين نعرف برضو إيه هي أنواع العنف ضد المرأة في المجتمع المصري والله يعني عايز أقول لحضرتك على الحاجة إحنا يمكن لو تكلمنا عن قضية العنف ضد المرأة كعنف على المستوى العالمي مش على المستوى المصري عشان أنا مختلفة مع إني مع إني في حالات فردية لكن أنا أختلف مع رأيي أن فيه عنف ضد المرأة واقع شديد في مصر طبعا فيه على مستوى العالم عنف ضد المرأة سواء كان عنف لفزي أو عنف بدني أو عنف في الفرص في مجالات العمل والكدر الوظيفي والكلام ده يعني أكيد ده موجود بنسبة موجودة ونسب عالمية والكلام ده سواء كان ما بين كل أربع سيدات فيه امرأة تعنف أو كلام ما شابه زي يا سيدي الفاضل لازم نكون مقتنعين إن إحنا مجتمع أصيل لازم أنا برجع وأقول إن موضوع العنف ضد المرأة دي مش قضية القضية هي إن الأسرة المصرية تربي صحيح بالنسبة للولد والنسبة للبن نرجع لعداتنا وتقاليدنا وسلوكيات وسلوكيات نائنا وعداتنا وتقاليدنا الجميلة اللي معروفة عن الشعب المصري سواء كنا في الصعيد سواء كنا في بحري في القاهرة في القاهرة في جميع البوع مصر إحنا عندنا مجتمع متكامل ولينا طبعتنا الخاصة بينا اللي تخصنا أكيد طبعا في الصعيد غير طبعا مخرجنا بيبلغني أنه طبعا فكرتنا أو شاكت دايما الوقت بيمر دايما بيخص مع حضرتك بصرعي وسلوكيات دايما حلقتنا مع حضرتك الوقت ما بنشعرش به وتبقى المرأة هي الأم هي الأخت هي الزوجة فكل التحية والإحترام للمرأة المصرية وللمرأة العربية عمتا نروح لفاصل ونرجع نكمل فكرتنا مع حضرتك